بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حبيب الرحمن المبعوث رحمة للعالمين في كتاب الله العزيز يخبرنا الله في قصصه بألا ييأس العبد من فضل الله ورحمته وأن يتوجه لله بالدعاء في كل وقت وحين فالله يحب دعوة العبد الصادق وإن بدت دعوته دربا من المستحيل هكذا تخبرنا قصة نبي الله زكريا عليه السلام حينما دعا ربه بالولد الصالح فاستجاب الله له ما بك يا شام فالحقيقة أشعر بهم كبير فوق صدري صالح أكاد أن أخطنق منه ولا أجد كلمات تعبر عما بدخلي من هم وحزن خيرا إن شاء الله ماذا حدث أخبرني هو نفس الأمر الذي حدثتك به سابقا يا صالح فأنا متزوج كما تعلم منذ أكثر من عشر سنوات ولم يرد الله أن يرزقني بالذرية قد أشعر بضيق في بعض الوقت من هذا الحال فنحن بشر ولا حيلة لانا في قلوبنا ولكن ما يزيد همي هو حال زوجتي إن حالتها النفسية تسوء يوما بعد يوم ولا شيء بيدي ألم يأتي العلاج بنتيجة بعد؟ لا وهذا ما يزيد حزني وحزنها فكلما مر بجوارنا صبي أو صبية رأيت في عينيها حزنا دفينا أكثر من المحاولات يا هشام عسى الله أن يكتب لك الفرج القريب إنه أمر شديد على النفس يا صالح فبالله عليك دلني ماذا أفعل؟ الأمل في الله لا ينقطع أبدا إنما كل شيء بميقات معلوم في لوح الله المحفوظ فهو المدبر لعباده وهو العليم الحكيم ولنا في أمر زكريا عليه السلام مع ربه سبحانه وتعالى عظة وعبرة قصة لها مغزى وأمر يستحق التدبر يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين صدق الله العظيم فرزقه الله بيحيا هكذا يكون عطاء الله لعباده الصابرين كان نبي الله زكريا عليه السلام من كبار عباد بني إسرائيل فقضى حياته ما بين عبادة لله ودعوة لبني إسرائيل وتذكيرهم بأوامر الله ونواهيه وكان زكريا هو من وقع عليه الاختيار من ربه بأن يكفل السيدة العذراء مريم ابنة عمران عليهم السلام مرت السنوات بزكريا دون أن يرزقه الله الذرية فلما شعر زكريا بضعف الجسد واقتراب الأجل وقلة الحيلة راح يناجي ربه أن يرزقه من فضله فدخل صومعته وراح يتعبد وهناك دعا زكريا ربه أسمعت بأمر مريم ابنة عمران وشأنها مع زكريا؟ عن أي أمر تتحدث يا رجل؟ فأخبار ألي عمران كثيرة سمعت بأن زكريا كان كلما دخل على مريم محرابها وجد عندها طعاما مختلفا ألوانه ها؟ كيف هذا؟ أهذا قول يعقل يا رجل؟ بل إنه كلما سألها من أين لك هذا يا مريم؟ قالت هو من عند الله فيذهب ثم يأتيها في اليوم التالي فيجد طعاما آخر غير الذي كان لها بالأمس إنه لقول عجيب ولكننا لم نعهد على زكريا الكذب قط فإننا قد عشنا معه سنوات ونعرف خلقه جيدا إذن أنت تصدق قول زكريا في أمر مريم ابنة عمران ولما لا يا رجل؟ فآل عمران قوم مباركون أوليس منهم الأنبياء والصالحون؟ فما العجب إذن؟ ربما ما يقوله قد حدث بالفعل ونعم بالله يا صاحبي إلا أنني لا أتقبل هذا الأمر ولكن من يعلم ربما تكون آية من آيات الله هي كذلك يا رجل هي كذلك راح الناس يتناولون آيات الله في آل عمران فمنهم المصدقون ومنهم المكذبون فما لآل عمران من فضل لهو الشيء العظيم فكان آل عمران هم خواص بني إسرائيل فكثرت آيات الله فيهم ليجعلهم الله باب هداية لقوم ضالين فما وجدوا من بني إسرائيل إلا البغضاء والمحاربة ولم ينصرهم إلا القليل السلام عليكم معشر يهود وعليكم السلام يا صدوق كيف حال حخامات يهود اليوم؟ على أفضل حال يا صدوق تقدم يا رجل وأخبرنا أخبركم بماذا يا إسحاق؟ بأخبار آل عمران وأحداثهم أما زال زكريا يتحدث بين الناس عن المائدة التي تتنزل على مريم من السماء كل يوم؟ أما زال يدعي هذه الآيات والكرامات لابنة عمران؟ بل قد جدد حديثه هذه المرة وألف قولا جديدا حتى لا يمل العامة من حديثه وماذا قال زكريا هذه المرة يا تورا؟ فأقواله جميعها تدعو للسخرية يدعي بأن الله قد أوحى له بأن لا يكلم الناس ثلاث ليال ثلاث ليال ولما ثلاث ليال قال إنها آية الرب له ليهبه غلاما يكون وريثه ووريث آل يعقوب ما زال زكريا يظن بأن الله رازقه النبوة هو وذريته ألن يتوقف هذا الراهب عن هذه الدعوات الكاذبة؟ منذ أن تكفل زكريا بماريا مبنة عمران وهو يدعو الرب لكي يرزقه بالولد الصالح ألا يدرك زكريا بأنه أصبح كهلا وأن زوجته عاقر فكيف يستجاب له؟ فلو أن الله أراد له الولد لرزقه في شبابه كما رزقنا نحن أحبار بني إسرائيل صدقت يا إسحاق الأمر واضح وجلي إلا أن زكريا لا يريد أن يحدث به نفسه سيبقى زمام بني إسرائيل في أيدينا نحن أحبار يهود نحن من نحرك العوام حيث ما شئنا لا هو ولا من على شكلته من آل عمران إذن فلنجلس ونشاهد وعد الرب لزكريا أهو قادم حقا أم هي هواجس شيطانية تجداح عقل زكريا راح زكريا يدعو ربه بالغداة والعشي يرجو فضله حتى بشره الله عز وجل بالولد الصالح كما ورد في كتابه العزيز بقوله بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم فكان يحيا نبيا من أنبياء بني إسرائيل وهو الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى فقال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم كان يحيا سندا وعزوة لأبيه وتحقيقا لوعد الله هكذا أراد الله أن يضرب الأمثال للناس حتى لا ينال اليأس من قلوبهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وهكذا يرزق الله عباده بالذرية الصارحة عندما يشاء يا ليت هشام يدرك ذلك هذا دورك فالصديق دوما هو العون والسند فقل له سندا حتى يجتاز هذا الحزن سأفعل يا أبي سأفعل إن شاء الله وآخر القول أوصه بأن يكثر من الاستغفار بقلبه قبل لسانه عسى الله أن يغفر له ويرزقه بما يريد وذلك تصديقا لقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عيصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لذنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر